والله استكمالا للتصور يعني هنا يحبس الليسان عن الكلام شوفوا بين الباينة كيف تنحاو بينين كل السلطات نرجو في التدخل في اقرب وقت بين الصورة واضحة وضوح الشمس سيدي والي ولاية المنطقة سيدي مدير سياحة مدير ثقافة علىه يعني هالك كراس الزارفة وتقلع في النص انتعوا ما كملوش هي بين الصورة واضحة هنا هم لكم الاثار اه يعني هذي من الناس المثقفة والناس اللي تعرف قيمة التاريخ نوضع لها انتفاضة هذا رزق بلادنا يعني في ماشي بهذا الاسلوب رح يتنحى تشوف حاجة كما هذي توجعك القلب هاي ليكم هذي رام في في طور باش ينحوها سيدي الوالي مدابية تدخل في اقرب وقت هاي ليكم الحيط ما زالوا يتراسيوا فيها يتراسيوا في البقرة باش ينحوها هاي ليكم يتراسيوا باش يتنحل تنحت الصورة التحتانية وهم يتراسيوا سيدي الوالي نرجو منك التدخل سيد وزير السياحة سيد رئيس تبون حتم الامر ما زال كين هنا الاثار ممكن راي هنا راي غطتها الريمان سيد الوالي سيد رئيس وزير السياحة مدير سياحة لمدينة ولاية اليزي التدخل 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 في اقرب وقت نحن نرى اثارنا وتاريخنا ينهك عرض تاريخنا واحنا نشوفه يعني في اقرب وقت التدخل عليه في الوصلنا لهذا المواصل الا لان هذه المنطقة ليست مصنفة بمنطقة تاريخية فان كانت ليست بمنطقة تاريخية فهذه الرسومات على ماذا تدل على مدى تدل ليس الانسان المعاصر اللي في الوقت متعنا انه قدر يلحق ينصم هذا الرسوم انا شخصيا دمعت عيني اني رأيت منظر كما هذا يا عليه يجي يقطحها وزيد يكتب لك اي لوفيو فوقها يعني راني اديت لك تاريخك اديت لك عرضك اديت لك بلادك ما هذه ال ما هذه ال ما هذه تسرقت امور كثيرة من الجزائر سيد الوالي ارجوك تدخل ارجوك 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 تدخل